اشتركوا في القناة وقالت وزارة الشؤون الخارجية وتعاون الدولية والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغ قبل منتصف الليل بقليل إن المملكة المغربية أحيطت علما بالقرار الأحادي الجانب الذي اتخدته السلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية اعتبارا من اليوم وتبع البلاغ أن المغرب يأثف لهذا القرار الغير المبرر تماما لكنه تابع أنه متوقع في ظل منطق التصعيد الذي لوحد في الأسابيع الأخيرة كما أبدت الوثيقة أثفها أيضا من تأثير ذلك على الشعب الجزائرية لكن وزارة الخارجية أكدت أنها ترفض رفضا قاطعا المبررات الذائفة بل والثخيفة التي استند لها القرار في إشارة إلى ما ورد على الليسان وزير الخارجية الجزائرية وتابعة أن المملكة من جانبها ستظل شريكا صادقا للشعب الجزائرية وستوصل العمل بحكمة ومثؤولية من أجل تنمية علاقات ثليمة ومتمرة وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثة أن المغرب صديق عظيم لفرنسا وشريك مهم جدا للاتحاد الأوروبية وقال نائب المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في تصريح إن المغرب صديق عظيم لفرنسا تجمع به شراكة استبنائية إنه شريك مهم جدا للاتحاد الأوروبية وأوضح المتحدث في معرض ردي على سؤال حول تجاوز الأزمة بين إسبانيا والمغرب أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا وتيقة ومتينة ولا يعترين أدنى شك في أن البلدين سيواصلان ويعززان هذه العلاقات الاستراتيجية وفي خطابه بمناسبة الدكرة التامنة والستي لثورة الملك والشعب أعلن صاحب الجلالة الملك محمد الثالث عن تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع إسبانيا يتعين أن تقوم على التقى والشفافية والاحترام المتبادلة والوفاء بالالتزامات كما أشر الملك إلى علاقات الشراكة والتضامن بين المغرب وفرنسا وهي العلاقات التي ترتكز على علاقات الثداقة المتينة والاحترام المتبادلة التي تربط جلالتي بالرئيث أمانويل مكرو يبدو أن تمييز ونجاح وزيري الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة دبلوماسيا أصاب مسؤولية الجارة الشرقية بالسعارة مناسبة هذا الحديث الهجوم الذي شن وزير الخارجية الجزائرية رمطال عمامرة اليوم تلتاء على بوريطة في ندوة صحفية نظمها لإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الوزير الجزائري المعروف بعداء للمملكة قال أن المغرب أصبح قاعدة خلفية لانطلاق اعتداءاتنا ممنهجة ضد الجزائر آخر الأعمال العدائية تتمثل في اتيامات باطلة وتهديدات ضمنية أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلية خلال الزيارة للمغرب قائلا أنه يبدو واضحا أن وزير الخارجية المغربية كان المحرد الرئيسي على تلك الاتهامات والتهديدات الإسرائيلية وضف العمامرة أن توجه مسؤول إسرائيلية لرثالة عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقيات العربية مشيرا إلى أن المغرب وصل في عداء شديد للجزائر إلى اندفاع متهور لا حدود لها كما أن المغرب انتهك معاهدة حسن الجوار المواقع مع الجزائر وبعد الماء والأكسجين الخبز يدخل على خط مسلسل الأذمات بالجارة الشرقية الجزائر حيث تفاقمت أذمة الخبز في الجارة الشرقية بعد تراجع نشاط العديد من المخابذ الجزائرية نتيجة صعوبات التموين بمادة الطحين بينما اختلفت تبريرات الفاعلين في القطاع بين موسم العطل الثانوية وبين أشغال الصيانة في المطاحنة وأمام هذا الوضع وجد الجزائريون أنفسهم مجبرين على شراء خبزة بعشرين دينارة في حين بات العديد من الشعب يتدافع في طوابير أمام المخابذ مباشرة بعد صلاة الفجر ولا يستبعد المستهلكون أن يكون هذا التراجع يمهد لزيادة في أسعار المادة أو افتعال أذمة جديدة تنضاف إلى مسلسل أذمات مفتوح منذ العام الماضي ولوحد نوع من التدبدب في نشاط المخابذ خلال الأيام الأخيرة مما خلق حالة من الهلع من إمكانية جر المواطن الجزائرية إلى أذمة جديدة تنضاف إلى سلسلة الأذمات المستمرة من العام الماضي على غرار نقص الماء الصالح للشرب والسيولة المالية والزيت الغذائية والحرائق والأكسجين الموجه للمستشفيات ويتراكم الغضب الشعبي منذ العام الماضي بسبب ظهور أذمات واختلالات حادة في بعض القطاعات والخدمات لكن السلطة لا تعترف بمحدودية أداء المؤسسات الرسمية وتلجأ في الغالب إلى نظرية المؤامرة لتبرير الوضع غير أن أذمة الخبز واللغط المتفاقمة حول نقص مادة الأكسجين في المستشفيات الحكومية لعلاج المرضى والمصابين بوباء كورونا تحديدا جعلها الحكومة في مواجهة صيف ساخنة وغير مسبوقة وأكد الكاتب والأكاديمية الجزائرية نور الدينتنيو على أن ما يجري اليوم في الجزائر هو التمن الثياسي لما يقوم به نظام غير شرعي آلا في الآونة الأخيرة في فياق الانتخابة التشريعية إلى عدم الاعتراب بقواعد اللعوات الثياسية في إدارة الحكم وتثيره وتدبير شأن المواطنين واشدد المحلل الثياسية في مقال نشر بجريدة القدس العربية على أن الوضع في الجزائر مسؤول عنه نظام فاشل خائب لأنه يتعامل بثياثة مناقبة تماما للثياثة على ما هي عليها النظريات والمناهج والمقاربات في أبسط شروحاتها وتعريفاتها وتابع أن الزمر الحاكم منذ عقود استولت على هيكل الحكم وأبدته في قبضتها بالقدر الذي أعدمت مستقبل البلد وأسقطت منه إمكانية الوصول إلى الحلول وإلى حل أزماته ما يجري في الجزائر هو أزمة تلاحق أزمة وتواليها أزمة وتعقبها دائما أزمة ليصبح الوضع كله مأذومة وأوضح أن السلطة الحاكمة في البلاد لا تحمل من مقومات السياسة إلا جانبها المختصبة والمنهوب من حقوق الجزائريين وأجيالهم القادمة مضيفا أنه وما دام البعد المقبل غير وارد في غياب القدرة على ثيغة المشاريع وإعداد البرامج لغياب إمكانية وصول المعارضة الحكمة فالوضع يبقى دائما وأبدا عاصيا على الحل وخلوصا إلى أنه ما يجري اليوم في الجزائر هو نتيجة تغيب دائم لقواعد اللعب السياسية في أنبل معانيها على ما هي عليه الدول في كل بقاع العالم فالسطو والنهب المتوالي لمجال السياسة وقواعدها وألياتها يظهر اليوم في حالة من عدم القدرة على مواجهة الأخطار والأزمات والمعضلات واضح أن من يسمع اليوم البيانة الطويلة الذي قدمه العمامرة بإسم النظام العسكرية الجزائرية وأعلن فيه عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب سيصل إلى نتيجة أنه يوجد بجوارنا نظام عسكرية يعاني من مرض نفسي خطير جدا فالبيان الذي يبدو أنه تم إعداده طيلة الأسابيع الماضية من طرف الجنرال توفيق مدينة والجنرال خالد نيثارة والشنغريحة والعمامرة وتم التلاوته بإسم الرئيس تبونة ويعلن عن بداية نهاية حكم العجزة العسكريين يكشف بيان النظام العسكري الذي تلاه العمامرة أن النظام الجزائري ولد حاقدا على المغرب منذ إنشاء فرنسا للجزائر بمرسوم والخطير هو أن هذا البيان يبدو كأنه كثب في مراحل متعددة بداية بمرحلة بومديانة وجزء منه في مرحلة شيدلي بن جديد ولمين ذروال مرورا ببوتفليقة وصولا إلى تبونة والذين حضروا هذا المصار هم الجنرالين المرتبطين بالعشرية الثوداءة توفيق مدينة وخالد نيثارة والخطير هو أن يعمد العمامرة إلى خلط الأزمنة وإطلاق الأكاذيبة بشكل يبدو معه نظام العسكريين الثكوني لا يتحرك فأحداث الستينات والغرى الجزائرية ضد المغرب موثق بشهادات جزائريين أنفسهم كما أن المعاهدات التي يتحدث عنها بيان العمامرة والعسكر غير موجودة ولم يصادق عليها المغرب أيضا أن المغرب لم يسبق له الاعتراب بشيء يسمى الحدود الموروثة عن الاستعمار وإنما هذه أسطورة جزائرية والأخطر من هذا أن تحليل مضمون ما جاء به العمامرة يبين بوضوح أن النظام العسكري الجزائري كان له ملف واحد منذ إنشاء فرنسا للجزائر بمرسومة هو توثيق الأضاليل وتنشئة الجزائريين على ثقافة الحقد ضد المغرب فالوزير العمامرة لم ينتبه إلى أنه يتلو بيان حقد ضد المغرب علينا وضع بيانات الكبرانات العجزة في ثياقه فالمغرب هو الشماعة التي ظل النظام العسكرية يعلق عليها كل فشله لذلك كل هذا الإعلان عن قطيعة دبلوماسية مع المغرب متوقعا في أي لحظة والتفسير دائما يأتي من داخل ما يجري بين النظام الجزائري العسكرية والشعب الجزائري فالمواجهة مفتوحة منذ ثنتين تقريبا ولن تتوقف استعملت فيها كل الأوراق من الحاكمين الفعليين للجزائر المتمثلين في الجنرال توفيق مدينة والجنرال خالد نيذار ومرؤوسهما السعيد شنغريحة بداية بورقة قتل الجنرال قيد صالح وتصفية جناحه ومحاولة تصفية تبون الذي لذال موضوعا على القائمة وقيام شنغريحة بتنظيم عملية عسكرية لحرق الثكان وغابات منطقة القبيلة وحرق شاب من الحراك والتنكيل بجثته كلها تشرح لنا كيف وصل نظام العسكر إلى الورقة الأخيرة التي هي القطيعة الدبلوماسية مع المغرب ويأتي إعلان هذه القطيعة في مرحلة بدأت فيها قتال الكبرانات العجزة للشعب الجزائرية باعتقالات وإشعال حرائق ومحاولة اغتيال المعارضين في الخارج ومطالبة دول أوروبا بتسليمها المعارضين للنظام الجزائرية المذورة واتهام حركات معارضة أو مطالبة بتقرير المثير بأنها حركات إرهابية لذلك لا يوجد نظام أكثر تباكا في هذه اللحظة من النظام العسكرية الجزائرية الذي تشير تقارير أمريكية إلى أنه سينهار في سنة 2022 ويوجد سؤال كبير يطرح نفسه على كل من تابع بيانه النظام العسكرية الذي تلاه العمامرة أيضا هو الدليل على حجم التهمة التي يوجه النظام الجزائري ضد المغرب وإذا افترضنا أن هناك أدلة لماذا لا يستطيع نظام عجزة العسكر الذهاب بها إلى المجتمع الدولية هذه الأثئلة تطرح نفسها بضرورة الانتباه إلى أن النظام العسكرية الجزائرية بات شبيها بالعقرب الذي طوقته النار داخليا وبدأ مرحلة الانتحار لذلك يجب أن يتم تحويل بيان العمامرة والنظام العسكرية إلى كونه تهديدا ومحاولة اعتداء على المغرب وذلك بإشهاد المجتمع الدولية على كل ما قد ينطلق ضد المغرب من فوق الأراضي الجزائرية فالنظام العسكري للكبرانات العجزة يحتضن الجماعات الإرهابية ويحتضن الحرس التورية الإيرانية ويسلح البوليثاريو منذ الشهور لذلك فبيان العمامرة وخالد نيزار وتوفيق مدينة وشنغريحة ضد المغرب يجب التعامل معه على أنه بداية إعلان حرب قذرة سيرتفع ثقفها مدام النظام العسكرية داخل مرحلة الأخيرة ولن يستمر أكثر من سنة حسب توقعات كثيرة إننا اليوم أمام نظام عسكري انتحاري ممزوج بثيكولوجية المقامرة بقلم أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستورية ورئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمنية عبد الرحيم منار السليمي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر